خير وأهلا وسهلا على كل حبيبي أسرة قناة عالم نوعات نوريني دايما نوريني قناة عالم نوعات من لكم يا رب دايما الصحة والخير والسعادة وتكون يا رب في كده في أحسن حال ويكون الجميع يا رب في أحسن حال وأحسن صحة يا رب إن شاء الله بإذن الله طبعا جاي بلكو فيديو النهاردة وفيديو جميل جدا يا بنات إن شاء الله حيفدكو هو طبعا ينفع طبعا للشباب وينفع للبنات يعني اللي اتنين تقدروا إن انتوا تعرفوا من خلاله إذا كان شريك حياتك أو مثلا خطيبك أو حبيبك بيحبك فعلا ولا لأ لو قال لك طبعا عبارات كده معينة حقولكو عليها يتمنى يا رب إن انتوا كده تستفدوا النهاردة إن شاء الله من فيديو بتاع النهاردة ويعجبكو وتستفدوا منه ويكون فيديو كده خفيف زريف على الجميع إن شاء الله بإذن الله بس طبعا كالعادة حابة أبنبدأ الفيديو حبايبي فضلا وليس أمرا لو استفدتي من الفيديو ياريت ما تنسناش في اللايكات بقى بعد إذنك والشير والسبسكرايب ويتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الإشهارات بالفيديوهات الجديدة إن شاء الله وتكون انت أول واحدة بتشوفيها لطول على قناة عالم نوعات باستفادي منها تعالوا نشوف بقى يا حبيبي إيه أكتر العبارات لو قالها الشاب أو مثلا برضو لو قالتها البنت للولد تعتبر إن هي كده بتحبه فعلا وعيزة في حياتها وفعلا حاسة بالحب والأمان وكل حاجة معاه وهو برضو نفس الكلام لو قالها لك يعرفي إنه فعلا بيحبك بجد فعلا مش كلمة بيقولها وخلاص طبعا هقولكو كده عبارات هم طبعا ست عبارات لو طبعا مش شرط إنه هو يقولهم كده بالكلمة يعني لأ أنت بتحسي كده في أفعاله بتحسيها في تصرفاته اللي بتصرفها معاكي في طريقته وفي معاملته وفي كل حاجة كل ده بيبين طبعا هقولك بها على العبارات لو قالها لك عرف إنه بيحبك فعلا وإنت برضو الشباب برضو لو بنت لو كنت بتحب بنتك كده وقالت لك العبارات ديت أو يعني أنت لو حاست كده في أسلوبها وتطريقت كلامها وكده عرف إنه فعلا بتحبك بجد أول حاجة معانا حبيبي هيقولك مثلا أنا بحب كذا أو أنا مثلا حاسس معاكي بكذا طبعا هنا هو بيكلمك بلغة العطفة يعني بيكلمك بالحاجات اللي هو حاسس بيها بيكلمك بأحسيسه اللي هو بيشعر بيها بيحس بيها بيبعز يقولها لك على طول كده هو بيكلمك هنا بلغة العطفة يعني بلغة القلب مش بلغة العقل لو بلغة العقل مثلا حقولك والله أنا بفكر في كذا هنا طبعا يبقى هو بيكلمك بلغة العقل مش بلغة العطفة أو بلغة القلب طبعا هو لما يقولك انا بحبك كذا او انا اشعر بكذا انا حاسس بكذا طبعا هنا هو بيكلمك بلغط العطفة زي ما قلتلكو يا بنات وطبعا لغط العطفة دي بتبقى طالعة من القلب يعني تفكير كله في قلبه انه هو معنى انه بيحبك فعلا من قلبه ومش بيحبك بعقله واس طبعا القلب اهم حاجة طبعا وطبعا انت تحبي بعقلبك وعقلك تمام ما قلتش حاجة بس طبعا بيكون التركيز اكتر على القلب بتحس كده بعطفها فعلا بحس انه هو بيكلمك حتى كمان هو بيكلمك بتحس بمشاعر كده في كلامه يعني وكده معنى انه فعلا بيحبك بجد تانية عبارة معاكي لو قلتها هيقولك مثلا شكرا لك شكرا بقى على اي حاجة على اهتمامك او هو مثلا جاي في الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها له وبشكرك عليها اه بيقدر الحاجة اللي انت بتعملها عشانه اي حاجة حلوة هو عملها اه عملها لك انت طبعا بتشكري عليها فده طبعا دليل كبير جدا جدا على ان انت بتقدريه وبتحترميه وبتقدري الحاجة الحلوة اللي هو بيعملها عشانك اه اه ماشي فطبعا انت بتقوله شكرا لك يعني على اي حاجة حلوة عملها لك اه فطبعا ده برضو بتبع حاجة كويسة جدا جدا العبارة ديت برضو دليل على انهما برضو بيحبك او انت يعني بتحبيه عادي طبعا احنا متكلم هنا الفيديو للشباب والبنات في نفس الوقت يعني سواء ده او ده دي طبعا كلها عبارات هاي بتبين ان الشخص اللي قدامك ده بيحبك فعلا لو قلت مثلا شكرا لك على حاجة حلوة انت عملتها له شكرا مثلا على اهتمامك به شكرا على حديه واجبها لك مثلا انت بتشكريه عليها كل ده طبعا دليل على انه دليل طبعا على انه هو بيحبك فعلا بجد او انت يعني بتحبيه فعلا بجد اه طالت عبارة معينة اه مثلا هو هيقولك اه انا بصك فيك اه طبعا الكلام ده طبعا اه او انت برضو هتقوله انا بصك فيك اه طبعا لو قلت كده يعرف انه فعلا بصك فيك بجد ومديك الثقة والامان وحاسس معاك بالثقة والامان اه ودي طبعا تبع حكا كبيرة جدا جدا تبينلك برضو قد ايه هو الشخص ده بيحبك اه عرفي على طول انه لقالك انا بصك فيك بصك في كل حاجة انت بتعمليها وكمان مديك الامان ومديك كل حاجة اعرفي انه برضو فعلا بيحبك جدا جدا اه وفي نفس الوقت برضو انت بتبدليه برضو بنفس الثقة وبدليه بنفس الشعور بالامان وكل حاجة اه طيب رابع نقطة معينة او رابع عبارة معينة لو قلت لك اعرف انه بيحبك فعلا اه لو قلت مثلا انت افضل صديقة بالنسبة لي اه مش بحسة معاك بالملل وانت موجودة معايا اه طبعا احنا قلنا قبل كده في فيديو اه ان اي علاقة بين اتنين بيحبوا بعض لازم تكون عبارة عن علاقة صداقة اعتبريك انه كأنه البوي فريند بتاعك او انت برضو جرلي فريند بتاعته على طول اتعاملي معايا كأنه كده لانه صديق لك مش مجرد حبيبه بس اه فطبعا اه لهو قالك انت اه افضل صديقة ليا انا حاسس ان انت اه افضل صديقة ليا بحس ان انا عايز اقولك على كل حاجة اه مدى سواء مدايقاني او حاجة بسطاني حاجة مفرحاني بحب على طول ان انا اشاركت كل احزاني وبردو في افراحي بحب ان اقولك عليها برضو دي طبعا بتبع حاجة ويسا جدا ودلع انهو بيحبك جدا جدا ومش بيحس معاك بالملل ومش بيحس معاك بالوقت وانتو اللي اتنين مع بعض يعني ببعيزك على طول معاه اه خامس حاجة كمان اه دولع انهو بيحبك فعلا لو قالك انت مميزة بالنسبالي اه ده طبعا بتبع حاجة جملة جبيرة جدا جدا بتبع حاجة سبيشيال كده وحاجة خاصة بالنسباله اه كمان بيحس ان انت كل العالم بالنسباله وخلاص هو قاعد معاك مش عايز حد تاني معاكم هو مكتفي بيك وانت بمعنى صح مكتفي انهو قاعد معاك بيكلمك شايفك موجودة في حياته مكتفي بيك كانسانة فعلا خلاص انت معاوضة عن كل حاجة عشان كده هو مكتفي بيك عن العالم كله فدي طبعا بتكون جملة مميزة جدا جدا لو قالك انت مميزة بالنسبالي اعرفي برضو انت من اهم العبارات بتدول عنوه الشخص ده بيحبك فعلا بجد سادس نقطة معينا لو قالك انت تستحقي فعلا كده يعني تستحقي النجاح دو تستحقي ان انت تكون مبسوطة للوقتي او السعادة اللي انت في هذه انت تستحقيها فعلا تستحقي دايما ان انت تكون متقدمة ونجحة في شغلك مثلا انا بدكم مثال مثلا يعني يا حبيبي هتلاقي دايما ان الشخص اللي بيحبك بيحفزك بيدفعك للامام مش بيحبتك ابدا ويشجعك دايما على اي حاجة انت عايزة تعمليها وبيدفعك للامام وحيقولك برضو انت تستحق النجاح ده وتستحق ان انت دايما تكون متقدمة ودايما كده حيساعدك ان انت تنجحي على طول فاي حاجة انت حبها واي حاجة انت بتعمليها وكده فحتلاقي على طول ان هو واقف جنبك وبيشجعك دايما مش هيحاول ان هو يحبتك ويستفزك او بمعنى صح يعني هو يكسر كده بما اديفك بمعنى صح ويقولك لأ ما تعمليش كده لأ مثلا كذا لأ خالص يبقى ده شخص مش بيحبك انما لو بيحبك فعلا بجد هيتمنى لك طبعا النجاح وحيتمنى لك ان انت دايما تكوني متقدمة ونجحة وحيحفزك يعني وحيدفعك للامام زي ما شوفنا معانا كده دي طبعا كانت من اكتر العبارات اللي بتدل على ان الشخص ده بيحبك فعلا بجد اه ان هو عايزك فعلا وعايزك تكوني موجودة في حياته اه وبالنسبة للشباب برضو البنت برضو لو قلتلك العبارات دي هيت عرف ان هي بتحبك فعلا وعيزك دايما في حياتها موجود في حياتها اه يبقى اول حاجة معي انا لو قالك مثلا انا بحبك كده انا بشعر بكده يبقى هو كده بحبك فعلا لانه بيكلمك بالوقت العاطفة اه لو قالك برضو أنا هبصك فيكي لو قالك برضو أنت أفضل صديقة بالنسبالي مش بحس معك بالملل كل دي حاجات بتبين طبعا يا حبيبي بتبين طبعا مدحه بالشخص داليكي لو قالك برضو أنت مميزة بالنسبالي أنت شخص كده سبيش يال بالنسبالي خلاص وبيكتفي بوجودك معاي عن العالم كله دي طبعا ما تبقى حاجة كبيرة جدا جدا سادس نقطة باول أخيرة معينا لو قالك أنت تستحق أنت تكوني نكحة تستحق أنت المكان اللي أنت وصلت لهذه أنت تستحق إيها فعلا تستحق السعادة اللي أنا شايفها دلوقتي عليك دي أنت تستحق إيها وتستحق النجاح والتقدم هتلاقي دايما بيحفزك لقدام بيحفزك على مثلا أنت تنجحي دايما في حياتك بيحفزك أنت تتحق كل الحاجة اللي أنت بتتمنيها فطبعا دي كلها حاجات بتبين مدى حب الشخص داليكي ومدى تعلقه بيكي ومدى أنه عايزك في حياته فعلا يا ربي حبيبكم فيديو النهار دا كان خفيف عليكم مبسيط كده أتمنى لكم يا رب دايما الصحة والخير والسعادة ولو استفدتوا عجبكو الفيديو لو استفدتوا منه يريد ما تنسونيش بقى في اللايكوات بعد إذنكم والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إن شاء الله كل الإشارات بالفيديوهات الجديدة وتكونوا أنتوا أو الناس بتشوفها وتستفدوا منها شوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر